خليني كمان أروح مع حضراتكم لمدينة العالمين وهذا الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط اللي مستمر على أرض مدينة العالمين وينضم لنا دلوقتي على الهاتف زميلي باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة يا باسم مساء الخير عليك ويعني لو تقول لنا كده أجواء العالمين إيه اللي بيحصل هناك النهارده مسال فللي عليك ومسال فللي على كل المشاهدين ويعني أنا أتمنى مش أني أقول ولكن كنت أتمنى أن كل الموجودين وكل المشاهدين يكونوا هم اللي موجودين هنا ويشوفوا بعينيهم الحلاوة والعظمة والشياكة والجمال اللي موجود حاجات كنا بنشوفها بنسمع عنها زمان في بلاد تاني النهاردة موجودة موجودين فيها دلوقتي على الأرض العالمين مدينة مصرية مدينة من مدن الجيل الرابع مدينة مبنية على أحدث الطرز المعمارية العالمية وبأرقى ما شيدت اليد المصرية النهاردة أنظر العالم نحية العالمين الجديدة وبرضو عشان المشاهد يكون عارف يعني إيه الفرق بين العالمين والعالمين الجديدة العالمين هي المدينة التقليدية القديمة والعالمين الجديدة هي العالمين الجديدة زي القاهرة والقاهرة الجديدة ودي بتبعد عن دي مسافة لا تتعدى لعشر اتنشر كيلو بمعنى من احنا نقدر دولد الامتداد الساحلي للعالمين القديمة مدينة العالمين الجديدة من عبقريتها المكانية ان هي تتوسط بين الاسكندرية ومطروح وبالتالي يتعتبر مقصد صياحي سواء للناس اللي في مطروح او الناس اللي في اسكندرية فهي في منتصف الشريط الساحلي تماما وموقعها موقع متميز ويخدمها طريق منحدر من الطريق مصر الاسكندرية الصحراوي ومحور العالمين من طريق الاسكندرية الصحراوي وبالتالي المدينة مغطاة بكافة الطرق التي تمهد الوصول لها بسلاسة وبعيدا عن اي دخول في مدن اخرى تعوق من الوصول اليها خلينا نتكلم على الحدث الابرز والحدث الاهم والذي يحظى بمتابعة دولية مهرجان العالمين الترفيهي تحت شعار العالم العالمين واللي تم تدشين نسخته الأولى هذا الشهر وتستمر لمدة خمسة واربعين يوم حتى تقريبا السادس والعشرين من شهر اغسطس بمشية الله هذا الكارنفال وهذا الاحتفالية الكبيرة تضم عروض مختلفة عروض رياضية عروض جوية العاب مائية وفنون للفرق الشعبية والترافية وايضا حفلات غنائية لاكبر المطربين المصريين والعرب وطبعا المكان هنا بيكتذب تقريبا كل المصطفين الموجودين على طول الشريط الساحلي سواء المقيمين في القرى السياحية المجاورة او حتى اللي بيجوا من اماكن بعيدة لقضاء يوم ترفيهي مميز والعوضة مرة اخرى وكمان فيه ناس بتيجي من محافظات تانية لقضاء سياحة اليوم الواحد والاستمتاع بالمدينة للظروفهم لا تسمح في شغلهم او لاي اسباب اخرى انه يقضي اكتر من يوم عايزين ننوه ان شاء الله هيكون الحدث الاكبر هذا الاسبوع نهاية هذا الاسبوع وتحديدا يوم الخميس ويوم الجمعة سيكون في حفلين غنائيين لتلاتة من اكبر المطربين المصريين باوي الشهرة يعني نقدر نولى الاقليمية وربما العالمية معانا الاول النجم الكبير من حد صالح في حفلة يوم الخميس ويوم الجمعة بمشيئة الله هيكون معانا نجمين كبار النجم الاول حميد الشعيري والنجم التاني المحبوب لدى الجميع النجم محمد منير في حفلة استثنائية هتقام على ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين طبعا يعني زي ما سمعين دلوقتي اصوات الموسيقى والناس محطين بنا في تزحم كبير الناس بتستمتع هنا بالممشى السياحي الممشى السياحي المجاني بالكامل المجاني سواء في دخوله او هو يعني مش محتاج دخوله اصلا انه هو على الشارع الرئيسي الحقيقة انه يعني العالم عالمين مهرجان العالمين في نسخته الاولى حديث يعني الجميع جميع الاوساط بتتحدث عن مهرجان العالمين في دورته الاولى اللي انا بشوفها فكرة عبقرية الحقيقة واتمنى استمرارها ومسألة انه طريقة عمل قبل المهرجان ده شيء مهم جدا لانه من غير الطريق الدنيا كده تبقى زحمة وصعبة واعتقد ان كل السناء دي اللي راح عرف قيمة الطريق كويس قوي وخلاص عرفنا الطريق ودخلاته ونزلاته واخدنا عليه وما بقيناش مستغربينه زي الاول بالعقس بقيناش شايفينه انه كان لازم الطريق ده يتعمل وبالطريقة دي طريق بشكل دولي بنسق دولي زي ما بنشوف في دول كتير بنسفرها سعيدة بمهرجان العالمين في نسخته الاولى ويعني حنحاول على مدار الحلقات نتابع مع حضراتكم كل اللي بيحصل في مهرجان العالمين ننقل لحضراتكم جميع الحفلات اللي موجودة بالنجوم اللي موجودين بنجومنا العرب اللي مشرفيننا بنجومنا المصريين العبقاري متحط صالح والكنج محمد مونير والفنان الجميل حميد الشعيري وريهام عبد الحكيم وكوكبة من ألمع النجوم موجودة في مهرجان العالمين